أول شيء ألا وهي النية أو النية على كل اللفظين النية بالتشديد أو النية بمعنى القصد النية لا تشرع كلاما وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتكلم بالنية قط إنما كان ينوي في قلبه بمعنى توضأت أتيت للمسجد فأنا نية الصلاة صلاة ظهر عصر تنوى في القلب لماذا أنا خلف الإمام؟ ليوصل للعصر أنت هذه النية لماذا توضأت حتى يوصل للظهر هذه النية لا يشرع بها أن تتكلم باللسان فعند الوقوف للصلاة الأصل في المسلم أن تعقد النية في قلبه لا يتكلم بها وجل الناس للأسف يتكلموا بالنية لهذا ابن القيم رحمه الله أورد سردا عجيبا في أحكام النية وأن هذه التلفظ بها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البتة إذن أول شيء الخطأ الأول هو التكلم بالنية والصواب هاهنا في القلب الآن أنوي للصلاة الخطأ الثاني يقع فيه أغلب من يصلي ألا وهو عند تكبير الحرم يصنع هكذا يلامس الإبهام الأذنين هكذا وهذا خطأ كان نبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر كبر حذو المنكبين هكذا الله أكبر هذه السنة أما أن تصنع هكذا أو هكذا أو هكذا حذو المنكبين الأكتاف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر قال هكذا الله أكبر هذا هو الصواب وهذا هو الخطأ الخطأ الثالث أيضا حينما ينوي للصلاة الأصل أن يضع اليمنى على اليسرى ويعقد عليها هكذا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معشر الأنبياء بعثنا لنضع اليمين على الشمال لنضع اليمين على الشمال هكذا تعقد هكذا وعند الصدر لا ينزلها هكذا ولا يصنع هكذا كما يفعل بعض القوم يعني بعض الناس يصنع هكذا وبعض الناس يصنع هكذا كأنه يقف في يعني أمام أي أنت تقف أمام الله جل وعلا فمن تبجيل الله ومن إجلال الله أن تقف هكذا هذه هي السنة بعد النية في القلب وتكبيرة الإحرام بهذا الشكل وهو الصواب وقبض اليد اليمنى على اليسرى هنا منطقة الصدر ضع البصر عند السجود وهذا أكمل للخشوع ضع البصر عند السجود أما أن تنظر إلى السماء فالنبي صلى الله عليه وسلم هدد وقال عليه الصسام فيما معناه أنه سينتهي أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو تخطف أبصارهم تصور تهديد أن لا قدر الله يعمل بصر لأنك فقط تنظر للسماء فالعبرة في الصلاة حينما تكبر وتقبض بعد النية طبعا أن تنظر إلى موطن السجود هذا هو تمام الخشوع الآن عندنا مشكلة بعض الناس بعض الناس يقول قمة الخشوع أن أغمض عيني هكذا وهذا يأتي للقلب الخشوع الإمام أحمد رحمه الله سئله هذا السؤال قيل الإمام أحمد هل من بأس من أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة فقال الإمام أحمد لا يفعله إلا اليهود اليهود في صلاتهم وعند حائط البراق حائط البراق يقفون في صلاتهم ويهزون أنفسهم هكذا مع غمض البصر غماض العين هكذا هذا يفعله اليهود لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ألقى بصره إلى موطن السجود دون إغماض العين دون إغماض العين وجل الناس الأسف الآن إما إغماض العين أو نظر للسماء أو يوجد أيضا في البصر تقلب البصر هكذا وهذا اسمه اختلاس الثعلب هكذا يقلب بصره يمين وشمال هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهى عنه من تلفت كتلفت الثعلب إذن قمة الخشوع أن أبرز بصري إلى موطن السجود ومع إنحناء في الرأس لا هكذا إنحناء في الرأس هكذا من عند العنق هكذا وأنظر إلى موطن السجود وأقبض اليمين على الشمال هكذا وأقرأ بالفاتحة الآن بعد دعاء الاستفتاح علم والاستعاذ بالله سبحانه وتعالى طبعا سرا آتي بالبسملة سواء جهرت بها أم بسملت بها أم أسررت بها على كل الوجهين واضح يعني بعض أهل العلم رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جهر بها وكلها أحاديث صحيحة والأحاديث التي جهر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة أحاديث ضعيفة إذن عنع على وجهين فقاله العلم بسملتارة جهرا والتارة سرا أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لأن جمهور القراء رحمهم الله قالوا البسملة آية من الفاتحة وجمهور أهل الحديث قالوا البسملة ليست آية من الفاتحة إنما غير مغضوب عليهم آية السادسة ولا الضالين آية السابعة إذن المسألة تحتمل الخلاف لكن إذا أنت أردت كما قال أهل العلم بسمل جهرا مرة وبسمل سرا مرة أخرى لتجمع بين القولين الآن بعد البسملة ويكيان بالفاتحة غير مغضوب عليهم ولا الضالين مثلا تأتي بسورة قصيرة الآن أنا حينما أريد الركوع الأصل أنا أكون في هذه الحالة غير مغضوب عليهم ولا الضالين إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبدر أقول الله أكبر حذوى المنكبين حينما أقول حذوى المنكبين هكذا يهوى المرء للركوع هكذا هذا تمام الركوع بمعنى تقبض عند الركبتين هكذا وتثني قليلا من يدك هكذا تثنيها قليلا وتنظر حذوى ماذا الركوع حذوى انتصاب الرأس ها هنا وتقول وسبحانا ربي العظيم ثلاثا العبرة من الأمر لا تصنع هكذا كما يصنع بعض الناس يقيم رأسه هكذا لا أن تحني أن يصبح رأسك بحذو ظهرك بمجال ظهرك هذا هو تمام الركوع حين الرفع تقول سمع الله لمن حمد كان نبي صلى الله عليه وسلم يضع راحت الكف باتجاه الأرض علم؟ راحت الكف باتجاه الأرض سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الآن ماذا تصنع؟ تعمل هكذا؟ أم تقبض هكذا كما كنت؟ الوجهين ورد واصنع ما شئت الوجهين ورد سواء هكذا أو هكذا الشاهد من الأمر؟ نقول أعيد سمع الله لمن حمده اقبض أو ابسط لا بأس لكن أن تقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد ما تقول والشكر هذا ما ورد عن نبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمد اللهم ربنا ولك الحمد أو سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد هذا الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لك الحمد والشكر لفظ الشكر بين قوسين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ورد البتة لأن الإمام ماذا يقول؟ الإمام يقول سمع الله لمن حمد ما قال لمن حمد وشكره؟ الإمام يقول سمع الله لمن حمد إذا ماذا الأصل أن تقول ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد كما ورد على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن أنا أقف بعد الركوع سواء هكذا أو هكذا حينما أهوي للسجود طبعا الناس الآن منهم من يهوى هكذا بهذه الصورة علم ينزل بداية على اليدين ومنهم من يهوى هكذا على الركبتين الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهة الإبل وأن يبرك الرجل كما تبرك البعير إذن ما الوجه الصحيح؟ أعيد ما الوجه الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القيام من الانتصاب أو من الركوع بعد القيام إلى السجود سئل ابن تيمي رحمه الله فقال ورد هذا وورد هذا يعني بمعنى ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل هكذا على اليدين وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نزل على الركبتين هكذا هذا جواب ابن تيمي رحمه الله قال والأظهر يعني الصواب والله أعلم أن ينزل على يديه علم والأظر انظر أدب أنا أريد أن أوصل لك فكرة كيف أدب العلماء يعني ما قال ابن تيمي رحمه الله لا الذي يصنع هكذا مخالف ولا يحق وهذا لا يجوز وخلاف السنة قال ابن تيم بأدب ورد هذا ورد هذا يعني هذا وارد عن رسول الله بأحاديث وهذا وارد عن رسول الله هذا وارد عن العلماء فاهمه هكذا وهذا وارد عن العلماء لكن أنا أرى الصواب والأظهر أن ينزل على يديه انتهى إذن انزل ما شئت علم لكن الصواب على اليدين فعندما تهوي للسجود الآن أنا بعد الركوع قائم ربنا ولك الحمد هكذا أريد أن أهوي للسجود أبتدئ باليدين هكذا علم هكذا ثم الركبتين ثم أنزلوا هكذا الآن عندنا نحن مسألة المسألة كالآتي النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ما هي الوجه والأنف واحد هذه واحد اليدين اثنان ثلاثة أربعة خمسة ركبتين وصابع القدمين ستة سبعة هذه سبعة أعظم يجب أن تسجد عليها بل إن أهل العلم رحمه الله قالوا لو أن رجل سجد هكذا بمعنى حتى أبين لك الطريقة على عجالة لو أن رجل مثلا سجد هكذا وضع هكذا فقط ورفع أنفه يعني الأنف ما لامسه الأنف ما لامسه الأرض قال بعض أهل العلم صلاته باطلة تصور قال بعض أهل العلم صلاته باطلة قال لماذا؟ قال لأن من تمام السجود أن تأدي على سبعة أعظم قالوا أيضا قالوا أن رجل مثلا سجد ورفع قدمه هكذا يعني رفاحه قال بعض أهل العلم رحمه الله صلاته لا تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نسجد على سبعة أعظم والأمر هنا يقتضي الوجوب فيجب فيه الطاعة والامتثال إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم إذن الموضوع ليس سهلا لهذا حينما تسجد ليجب أن تتحرز أن الجبه والأنف التسقت في الأرض واليدين علم واليدين والركبتين وأصابع القدمين وأيضا بعدما تأتي هكذا تقوم ماذا بجعل اليد بالصورة هذه بمعنى تجافيها عن جسدك فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصورة أن يسجد الرجل كما يسجد الكلب أعاذنا الله وإياكم فأنت حينما تسجد الآن تصنع هكذا بهذه الصورة وتأتي هكذا مع التساق القدمين من الخلف بهذه الصورة ونصب الأصابع باتجاه القبلة هذه الصورة في تمام السجود الآن ربما أنت في صلاة الجماعة ما تستطيع أن تنصب أو أن تفتح اليدين تجافيها عن جسدك فماذا تصنع؟ تضع اليدين هنا بهذه الصورة وتسجد هكذا بسبب صلاة الجماعة هكذا هذا التمام في حالة العدم الجماعة تسجد هكذا الآن وبعد نصب الأصابع وتمام السجود هذا السجود الصحيح هذا السجود الصحيح الآن بعد السجود الأصل أو قبل أن أن أنتقل لمرحلة أخرى الأصل في السجود أن لا تنقر نقرة ديك وهذا يسمى السارق من صلاته فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من من يسرق من صلاته يعني بمعنى أن لا تسجد هكذا هكذا ثم ترفع أنت تسجد لرب العالمين جل وعز الشان فالأصل للطمئنان الله عز الغني عنك وعن صلاتك لكن هذه الصلاة تنفعك لأنه إذا صلحت الصلاة صلح أمرك فالأصل في صلاتك أن تأتي هكذا حينما تهوي تطمئن تطمئن حتى تقل تيعد كل عضو كما كان ويطمئن كل عضو في جسدك وتقل سبحان ربيل أعلى ثلاثا ثم تقول الله أكبر تجلس هذه الجلسة وتسمى جلسة الاستراحة بين السجدتين ورد عبد الله صلى الله عليه وسلم منه وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ورد أحاديث الله ما اغفر لي واجبرني وارحمني إلى نهاية فالشيال الآن ربي اغفر لي ربي اغفر لي حينما تقف هكذا حينما تطمئن تصل لمرحلة الإطمئنان كما ورد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام تهوي مرة أخرى ساجدا هكذا بنفس الطريقة مع السجود على سبعة أعظم وجبهة وأنف يدين ركبتين وأصابع القدمين وكلها كما ترى باتجاه القبلة كلها كما ترى باتجاه القبلة الآن عندنا خطأ أيضا في الصلاة أن الأصل في الصلاة نفضر أنه عند التشاهد عند التشاهد الأصل في المرحلة أن يمسك هكذا يقف هكذا يمسك يدي يمسك بقدمين هكذا علم؟ لأن في السجود يوجد نهي أن تصنع هكذا بل تضم الأصابع هكذا بهذه الصورة هذه الصورة في السجود لا أن تفتح الأصابع بهذه الصورة في جلسة الاستراحة وعند التشاهد أو في الركوع أن تقبض اليدين انظر الفرق الآن عند الاستراحة والسجود تنصب إصبع السبابة بهذه وتحلق بالإبهام والوسطى يعني حلقة تجعل هنا هكذا وهذا تنصبه باتجاه القبلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه أشد على الشيطان من مطرقة حديد لماذا تعلم لماذا؟ لأنها إشارة التوحيد هذه إشارة التوحيد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها أشد على الشيطان من مطرقة حديد فأنت عندما تقف هكذا وتأتي بالتحيات والصلوات الإبراهيمية للنهاية تهزها قليلا هزها قليلا هذا ما ورد عن رسول الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي بصره هكذا يلقي بصره هكذا الآن وأنت تلقي بصرك هكذا وتهزها قليلا وتأتي بالتحيات الله ثم الصلاة الإبراهيمية عند الانتهاء من الصلاة عند الانتهاء عند السلام جل الناس يسلم هكذا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم رؤية بياض خده رأى خلفه الذين من خلف رأوا بياض خده بمعنى يسلم هكذا السلام عليكم ورحمة الله هذا الذقن يلامس الكتف ليس هكذا السلام عليكم ورحمة الله السلام لا تأتي هكذا السلام عليكم ورحمة الله ثم تقول السلام عليكم ورحمة الله هكذا هذا هي التمام عن ماذا عن الصلاة إذا كنت منفردا بالنسبة للجلسة كل صلاة انظر كل صلاة يعني المغرب الظهر العصر العشاء كل هذه الصلاة إذا ردت الجلسة في التشاهد الثاني لا الأول التشاهد الأول هكذا تجلس تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى لكن في التشاهد الثاني في الصلاة التي هي فوق الركعتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء عدى الفجر تصنع هكذا تضع اليسرى تحت اليمنى هكذا تصنع تضع اليسرى تحت اليمنى وتنصب اليمنى أو تقم بفرشها هكذا علم وهو جلسة محمد عليه الصلاة والسلام وتنصب السبابة حتى تأتي بتشاهد والسلام هذه الجلسة في التشاهد الأخير وتكون للظهر والعصر والمغرب والعشاء علم أما التشاهد الأول في هذه الجلسة تجلس على اليسرى وتنصب اليمنى والفجر في التشاهد الأخير أيضا هذه الجلسة وباقي الصلوات في التشاهد الأخير تصنع هكذا مع نصب اليمنى أو فرشها بهذه الصورة أو فرشها بهذه الصورة وإن وردت جلسات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن نحن نأتيك بالكمال والتمام نحن نأتيك بالكمال والتمام هذه في حالة